سواح الفل تعال ندردش سوا وقولك شوية نصايح قد تنفعك وقد ما تنفعكش النصايح عامة يعني مش ارشادات واجب اتباعها لكن النصايح بناء على التجربة شخصية حياتية يعني لو انت جاي الصين او هتيجي الصين او بتيجي الصين بالفعل سواء لسه شابه لسه بتسافر جديد او سواء يعني حد اكبر مني في السن او اصغر سواء اللي غرد تجاري او يعني ليك تعاملات مع الصين فممكن يفيدوك يعني هنا في حياتك وفي الخطوات المقبل عليها يعني بازن الله اول حاجة بخصوص انه موضوع الجواز لان في ناس كتير جدا تسأل على الجواز وبيجي رسال كتير قوي الناس مش عايفة طبعا انا عايزة سافر اتمم الجواز فهل ينفع السفر دلوقتي ولا امنين تسجيل الجواز وعشان اطلع اقام عقلية وقدر سافر دلوقتي لان طبعا في وسط ظروف منع السفر طب مش عارف ايه يعني الجواز بيجي عليها سئلة كتير جدا فالجواز جواز الجانب عموما مش جواز السونيات بس في وهم بتوع الفيديوهات خلقينه للشباب ان هو الجواز سهل جدا ومش عارف ايه بقى ومحبس وبتاع الجواز ببلاش برا والكلام ده اخر هو مجرد ختمين وخلاص وتجوزته بتروح تسجل الجواز مكتب مدني لكن انت عارف ان الجواز ده عشان توصل للمرخلة دي فيه ايه فيه مسلا خلال السنتين تلاتة بتوع التعارف هل عارف هي يعني الحاجات اللي هو قدمها لها ايه هل هي ليه هي اصلا اخترتك وفضلتك على ابن البلد تسيبك الموضوع بقى المصريين مش عارف ايه وبتاعه وان هم عليهم لا يعني كل رجالة في الاخر واحد والموضوع مش زي ما انت متخيل يعني احنا مش امل يعني ولا برضو يعني كل واحد فيه وفيه فلا فيه حاجات كتير جدا هي بتختارك عليها بناء على زلك هي بتختارك انها تتجوزك فما تخليش بس فلاني فلاني اللي سافر وعمل لك فيديو ستة او سبعة دقايق وقال لك ده انا اتجوزت خلاص وخاتم لا هو بس بيحكي لك القصة يعني مشاهدات وتفاع ولو كده لكن الحقيقة غير كده تماما لازم ترى انت مختار منين واحد بقيت لرسالة بيقول لي انا واحدة اتقابلنا مش عارف من اقل من شهر وعايزاني يروح دلوقتي ونتمم الجواز طب انت لازم تقلق لازم تعرف بس هي من انهي وسط اجتماعي هي كمان ليه متسرعة اولى الزواج للدرجات دي منها ما تعرفوش اجنبي هي برضو عندها طلعات واجنبي اه هتجوزني بقى وهيعيشني وهيصفرني وبتاع فهي قد تكون من منطقة نائية او ارياف او حاجة عمرها ما خرجت من تحت عبائة اهلها فعايزة بقى الزوج المخلص اللي هيجي يخلصها ويصفرها وبتاع فلازم برو تفهم يا منين لان تفهم يا وسطها اللي اجتماعي منين عشان كده الاجانب ما بيتجاوزوش بسهولة ايا كان الجنسيات يا ايه لازم بيعرفوا بعض كويس جدا وممكن تلقيهم اتجاوزين اصلا بعد ما عيالهم يكونوا خلاص تخلين الجامعة ان الجواز ولا قدر الله في ساعة لو حصل انفصال او اي حاجة بيقى فيها مشكلة كبيرة على الطرفين فملهاش علاقة وخد مني ان انا يعني انا مش هنصحك نصايح ازاي انجاح الحياة الزوجية مش تخصصي وانا نفسي يعني لا يجوز ان انا نصحك نصيحة زي دي ان انا شخصيا اتزوجت صينية وانفصلت ثم تزوجت تاني فعديت بكل المراحل فلازم تعرف هي منين ولازم تعرف هي بتناسبته محاطقة ولا او النفس المستوى ولا وانت متجوز مجرد جواز متعة عشان تاخد اقامة بس ولا متجوز عشان فعلا تكون اسرة وتعيش وهي متجوزة كمان عشان بس اقامة عشان جواز متعة بس ولا عشان فعلا عايزة تعيش ممكن بس تكون يومين وكده كده عارفة ان خلاص يعني ده اجنبي وبتاع فكده كده هنفوضه بسرعة يعني وهفوقه كده لان خصوصا الثقافة الصينية في الاساس نبي يرحبوش ايه بزواج الاجانب الاجيال القديمة اللي هم الاهالي فلازم تفهم بس القصة ماشي فين ورايحة فين لكن لو كل حاجة تمام وخلاص وانتو الانين مزباطين امورك وشايفين ان انتم يعني موافقين لبعض ومتوافقين على بعض وتقدروا تصلحوا لبعض وفيه الوحش وزوجت اتنين وكل واحدة كان فيها مميزات وفيها عيوب يعني متناسب بقى المرحلة اللي كنت فيها وايا كان فما فيش حاجة اسمها في العموم تقول لي عشان انت طلقت واحدة ولد الصينيات دول ولاد ستين في سبعين طب وليه مش انت العيب كان فيه معه برضو يعني هي العلاقة اتنين فأنتو مش متوافقين هي قد تكون مش مناسبة ليا انا وانا مش مناسب بيا هي بس انا مناسب لحد تاني وهي مناسبة وارد لحد تاني لكن احنا الاتنين مع بعض مبروم على مبروم مايرولش لازم تكون في حاجة تميزك عن ابن عمها او ابن خالتها ولاد البلد اللي هم والاقربون اولى ومعروف فلازم تكون في حاجة تميزك عنهم عشان هي تسيبهم وتختارك انت يا ام هي واقعة بقى بايرة محدش عايزها لكن فكرة خاتم وشافيه تجوزنا لا هم حدش بيحكي لك على السنوات اللي قابليها فتريس في الزواج عشان ده برضو مسئولية وقصة الموضوع مش سهل يعني زي ما انت فاكر لكن لو كل حاجة تمام وانت دارس الخطوة كويس توقع يا رب بني تم بألف خيري ستات كلهم واحد صدقني وانا اول واحد اشجعك انا لا يمجوز ان انا اتجاوز مصرية وياريت المصريات يعني اللي هو ايه ما يزعلوش اول من الكلام ده لا هم زي الفل هو العيب فيي انا يعني كل يقول يا سيدي العيب فيي انا بس انا لا اصلح من الزواج من المصرية ما ينفعش خلص يعني عشان مش سهلت المصر ايه ما تلت يعني بالكتير وهكو رفق عليها قضاية خلعة فما ينفعش ولا انا اكل وانا اكل ايهات مختلفة وطباعة فما ينفع فانا اشجعك الازواج الاجانب بس اختار صح عشان ما تندمش صدقني لازم تفهم الدنيا انا اول ما جيت اتجاوزت اتجاوزت بسرعة جدا وعلى عجالة جدا ما كانش لسه انا عايشت في الصين حتى اقلق يا دوب شهور معدودة فبعد كده لما في انت القصة لا طبعا لقيت كان في اختياري يعني مع الوقت خلاص بقت يعني مش مناسبة لمرحلة اللي انا فيها واضطرين ادخلنا مرحلة انفصال اخدت الاولاد وخلاص الحمدلله الموضوع خلاص بس ما مرش بيها وتزوجت تتاني وخلاص ربنا بيعوضة خير وحياة بتستمر فادرس النقطة دي كويس وتاني نقطة بالنسبة لموضوع السفر اللي هو شغل هام من الناس كلها صدقني حاليا حتى لو قدامك اصلا فرصة السفر دلوقتي مش توقيت مناسب انك تسافر السفر لان يعني هنا احنا نفسينا مخنوء علينا داخليا في التنقود يعني انا مش عارف روح شانهاي ولو روحت شانهاي ورجعت هنا انا محتاج حجر صحي داخلي فما بالك بقى انت بتتكلم على الجاي من بره صدقني دلوقتي مش الوقت في اي اليوم في اي لحظة انت قاعد في مكان ما في شوبينج مول او رايح في مصلحة حكومية تقضي حاجة او رايح اي شركة تجارية تخلص مصلحة لو لا قدر الله ظهر اي اصابة في المكان اللي انت فيه المكان يتقفل عليك وعالناس اللي جوه حصلت وناس يتقفل عليهم اماكن في شانجهاي وبتاع تمانية واربعين ساعة بيتين جوه في المكتب تمانية واربعين ساعة العمارة والحي السكني كله مقفول لغاية ما يتم فحص الجميع وبيتين جوه بقى وكل واحد بشوف بقى كل واحد فيهم سايب بيته بأسرته وعياله خلاص انت رهن الاعتقال المؤقت في المكان لغاية ما يتم فحص الجميع وياخدوا الاوكين خلاص المكان ممكن يقعد فتحه تاني حجر صحي شهر صعبة جدا سدقني نفسيا انا بالنسبة لي عنديش مشكلة يعني السفر ان انا سافر اروح وارجع وكده عنديش مشكلة ومش محتاج ولا فيزا ولا بتاع بس ان انا مشكلة في الصف انا كشخص بالنسبة لي انا ممكن بالنسبة لك انت مفيش مشكلة بالنسبة لي ان انا قعد شهر بين اربع حجر صحي الواحد يكلم في نفسي اقسم لك بالله تمانين في المية احتمال وارد جدا ان انا هفتح الشباك وانطة متاحت مقدارش هيجي لي حالة نفسية هتجنن فيعني استغفال الله عظيم يا رب مقدارش فحاليا بقى كمان مع الوقت ان فيه اصابات فيه سبعتاشر مقاطعة جوه الصين ظاهر فيهم اصابات والله اعلم با احنا عندنا المدينة زي في فل وكل حاجة فاتحة ديك شايف اهو فاي لحظة لو بس واحد عطس وهم اهب هيقفلوا عندنا احنا كمان فاحنا عايشين بص مش عارف انا رجعت ده كويس ان شانهاي قفلت وانا مش هناك ان انا كنت راجع هنا الويك اند عشان الولاد وابقضي معاهم الويك اند لان من اتنين الجمعة مدارس قفلت بقى مش عارف ارجع هناك كويس انها مقفلتش وانا هناك بقى كنتش رجعت بقى هنا انا مراتي وولادي هنا فكانت بقيت مشكلة نحاول تترايز شوية على الصف والغاية ما الصورة تتضح ونخلص بس من الموجة البادئة اليومين دول ونشوف هتروح على فين ما تبقاش انت يعني ايه اللي هو طليعة البشائر اللي جاية ويتجرب فيك بقى الحوارات الجديدة والقانين الجديدة ده نقطة ثانية مهمة الناس اللي بتيجي هنا كتير جدا الاجانب خصوصا واللي عندهم بقى الفوبيا بتاع تلاقي عم ده صيني وبتاع ما تقللش من كرامة نفسك تمام كلمة مشهورة جدا هنا على الاجانب والنداء الرسمي وحتى الاجانب بيستخدموها على نفسهم وبياخدوها عادي جدا لا واي تمام دي يعني فعليا هي شتيمة زي الخواجة ما تقبلش ان حد يقول لك لا واي وهم حتى الاجانب احنا هنا بنقولها على نفسهم اه لا واي باندا ومش عالف ايه بتاع ويبيست شدات عليها اللي هو عادي يعني بياخدوها كتيرم عادي هزاري يعني مش مشكلة وتسعين في المية هي بتاع مقصودة عادي ان هو يعني اجنبي حالو بس عشرة في المية لا هي استخدامها الرئيسي ودي عليها بص ابحاث يعني حتى لما كنت في المدرسة كنت بدرس انجليش اول ما جيت خلص من عشر من انتناشر سنة اه كنت بص عامله اما منوع حد يقولي لا واي يعني واي جو ران واي اللي هو يعني خارجي جو دولة ران فرض يعني مواطن اجنبي لا واي دي اللي هي تقسمها لاو يعني عجوز او كبير في السن واي يعني غريب حالو فهي معناها الاخر اللي هي خواجأ يعني فزي عندنا خواجأ مش لفظ زريف ممكن في وقت اوقات كتير جدا يكون محس ان هي عادي اصدقائك وكده خواجأ لكن فيها اوقات كتير جدا متى مقصود بها يعني عارف اللي هو ايه خواجأ مش مش كويسة يعني فقال له لا اجنبي انا اقول له حتى ما تستخدمها شعاية وده مش كلام انا بس ده كلام حتى الحكومة بتشجع ممنوع ان انت في جهات العمل تنادي اجنبي ممنوع ان انت تستخدمها في المقارات الرسمية في الجورنان وكده ده تحذيرات حكومية يعني اللي هي حاجات بسيطة لكن انت ما تضمنش بل يستخدمها دايما اقول انا مش بني ادم خارجي اللي هو بني ادم فضائي يعني لا انا مواطل ايه ده فقوله لو ايه بني خلاص عادي مش مشكلة لو حد صاحبك انت عارف نوبل الحسنية تمام لكن لو انت في الشارع وحد ما تعرفوه شو بينادي عليك كده لا ما تقبلهاش على نفسك زي ما بقول لها بص دي دراسة اتنين وعشرين صفحة بحسب معنى الكين لو كلها ومنع حد يقولها لي ومنوع حد عندنا حتى في الشركة اي موظف يستخدمها بيتخصل منه فورا وحتى هم هنا في وسائل الاعلام بيحدثوا انها مش محبوبة ومش لطيفة وكتير بيكون الكنتكس تاع استخدامها مش زريف ويعني انا وصلت اهو والدنيا عندنا شغالة عادي جدا بص الكافي شابس اهي شغالة عادي جدا والحياة فتحة والدنيا كلها المحلات فتحة والحياة جميلة خالص عادي والناس في الشوارع وكل حاجة لكن في اي لحظة احنا معرضين الله اعلم لكن عندنا المدينة الحمد لله زي فل صفر اصابات بس لو لا قدر الله ظهر فيها حاجة ما تضمنش ايه اللي هيحصل فيعني لو هو السفر صدقني دلوقتي مش وقت السفر في الصين اه انا نفسي مخنوق والله من المبارح يعني ربنا نيسر الحال مش عايز اقول لك وقف حال ملوش اي تلاتين لازمة يعني عندي فرع المكتب في شانهاي شانهاي فيها مشاكل طب نروح هنزل فرع التاني هنزل فيها مشاكل طب خلاص بقى نروح شنزن بقى فرع التالت ونشوف شنزن بقى طلع فيها مشاكله وجوانزن برح قفلوا على الناس جوه المعرض فيه قلوفات جوه وحارات فربنا خلصنا بالهم والهيسس بتاعهم ده على خير يا رب ويرفع البلاء والعباء على العالم كله وان شاء الله معلش طولت عليكم نتقابل فيديوهات تانية جاء قريب حتى حينو قبكوا في رعاية الله وحافظوا السلام عليكم اشتركوا في القناة